قبل ما نبدأ بجزء بتفاصيل كرة القدم وبتفاصيل كرة اليد وبكل الحديث اللي رح نتحدث فيه بجزء بأرياحية اليوم وبكل خلال اليومين أو الثلاثة أول مبارح تحديدا كان عندكم مورا ودية مع المنتخب الفلسطيني المنتخب الفلسطيني طبعا كان موجود في عمان على مدار اسبوعين قام بمعسكر تدريبي وغادر أعتقد فجر أمس لدولة الإمارات العربية عنده مورا مع لبنان وبعد هيك عنده مورا في الكويت مع أستراليا وكان عنده مبارا ودية معاكم احكينا شو قصة هالمبارا وانتو يعني كنتوا خير من يمثل الأندية الأردنية الحمد لله رب العالمين بس بالبداية يعني حابين نجيب العدوان والغاشم على اخوانا في فلسطين وغزة وان شاء الله بإذن واحد أحد الله ينصرهم ونعتز بقيادتنا الحكيمة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهد الأمين على المواقف المشرفة اللي تمثل الأردنيين للحقيقيين بالنسبة لأهنين وغزة وأيضا كان في عمل بطولي إبقاء المستشفى الميداني في غزة هذا عمل بطولي نعتز ونفتقر فيه وإحنا دائما خلف قيادتنا ونساند أخواننا في فلسطين أخواننا في فلسطين وفي غزة الله يقيم عنهم الشد إن شاء الله وبإذن واحد أحد يزيل هذا العدوان على المقتصب اللي بقترش غير الأطفال والنساء سيدي يعني نحكي عن طبعا أيضا رفقنا إحنا كزا يعني نحكي فيها عن بطولة كأس الأردني اللي حصل لها طبعا لغينا كل احتفالاتنا عشان أخواننا في غزة يعني الحدث جلل والحدث ما بسمح إنه نقيم احتفالات والحمد لله رب العالمين يعني لقد صدى كبير وواسع بالمجتمع الأردني والمجتمع العربي سيدي إحنا بتربطنا علاقة كثير وثيقة مع فلسطين يعني إحنا مدينة السرط مطلة على فلسطين صحيح وأيضا مدينتنا توأمها مع فلسطين من الأزل صحيح فكان بجوز كان لها دور كمان وطبعا يعني اللي قدموا فريقنا بآخر فترة بأندية المحترفين كمان كان دور كثير حلو وفريق كان كثير مرتب وطلبوا إخواننا في فلسطين يقيموا معنا بطولة وإحنا رحبنا بها وأيضا نقلنا صورة إيجابية وصورة محترمة عن أردن ومدينتنا مدينتكم ورحبنا فيهم وحكنا لهم يعني هاي المدينة تحت صرفكم نادي صلت تحت صرفكم والحمد لله رب العين هيك تربينا بهاي المدينة تحت القيادة الهاشمية ما في شي جديد عليكم ما عليكم زود أخويا وحمد ومتعكد هذا موقف الأردنيين جميعا سواء الرياضيين وغير الرياضيين وأنت بتعكسوا هذه الثقافة الأردنية الحقيقية بمجالنا بمجال الرياضة كيف يكون الترحاب بالأشقاء الفلسطينيين اللي كانوا بيننا خلال الفترة الماضية المنتخب الفلسطيني بالتأكيد يعني شو ما قدمنا لهم بصراحة احنا مقسرين مع هذا الاسم مع منتخب فلسطيني اللي بالتأكيد كان موجود خلال الفترة الماضية أقام معسكر واختتم هذا المعسكر بهذه الصورة الصورة اللي شايفينها تجمع نادي الصلط مع منتخب فلسطين طبعاً المغاراة كانت مغلقة لأسباب فني المنتخب الفلسطيني كان استعد في عمان والله يعطيهم العافل كان الله يعونهم يعني مهمتهم مش سهلة كل التوفيق لهم وحكنا لهم يعني بالفترة هاي احنا طبعا نساندكم وبظاهرك ونتمنى لكم كل التوفيق لأنها هي الرسالة وان شاء الله ان شاء الله الله ان شاء الله يفوزوا بالمبرايات وتأهلوا وفرحوا جزء بسيط من اخواننا الفلسطينيين من اهلنا الفلسطين اه والله طبعا بالتأكيد هذا برجع بذكر هذا الموقف الاردني على جميع الاصعاد